السلام عليكم أصدقائي أنا سيسار برحب فيكم في قناة سيسار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع قبل أن أبلش بذكر نفسي بذكركم بأهلنا في فلسطين بأهلنا في السودان بأهلنا في اليمن بأي إنسان بعز عليك بأي إنسان تربطك مع اللغة الدين البلد الجيرة الإنسانية ذكر الناس كون كويس غير نفسك اشتغل على حالك ارجع لرب العالمين اشكر رب العالمين على النعم اللي إحنا فيها وادعي إن نوفقنا نعمل الصح في كل مكان في أي وقت وادعي إن نوفقنا نعبده حق العبادة ونقدر ننصر دينه ونصر الدين بكثير أمو ممكن نعملها أنا ما بنظر أنا بحكي والله يعني بحكي لنفسي هذا الحكي أنا أتمنى إنه الله يخفل لي ذنوبي أتمنى على الأقل يكون رب العالمين راضي عني أتمنى ذلك والحياة مش بس بالتمني يعني لازم نشتغل إذا أنا قصرت شوي هون لازم أزبط هون أهلنا في فلسطين بيقدموا تضحيات هائلة بيقدموا مواقف رجولية مش معقولة فمش وقته تروح تنتقد أنت الحق عمين وليش عمله هيك انتقد الظالم احكي عن الظالم بس ما تحكي عن الناس اللي بنذبحه هسا الحق عليهم هم يعملوا كذا ماشين مع كذا متعاونين مع كذا ما تحكي هذا الحكي خليك إنسان يعني عقلاني على الأقل وما بدي حكي لك إنه خلي الديني حركك بس اتذكر مين الظالم ومين المظلوم والله يعين أهلنا في كل مكان جزاكم الله خير أصدقائي معانا اليوم الريلمي ناش برو بلس يعني أنا اشتريت أغلى وحدة اللي هي أعلى نسخة هاي عشان أشوف كيف التجربة يعني بشكل عام رح يعجبك شغلتين أكيد بهذا الجهاز عشان أختصر عليكم الفيديو رح يعجبك التصميم لأنه هذا أفخم هاتف بالفئة المتوسطة على الإطلاق أفخم من هيك ما رح تلاقي أفخم من هيك ماتيريال ما رح تلاقي أفخم من هيك جزيرة كاميرات صنعوها بالتعاون مع روليكس أو يمكن الإنسبوريشن كان من روليكس ما عرفش بالضبط ولكن أفهم من هيك ما رح تلاقي فإذا أنت بتدوره على جهاز فخم سعره يعني نوعا ما مقدور عليه هذا هو الجهاز الصح والشغل الثاني رح تعجبك الكاميرات بالتصوير الفوتوغراف رح حكي عنه إن شاء الله نرجع للتصميم السماكة 8.8 مليمتر هذا جلد وإحساس الجلد فخم اللي عاملينه في النص الخط اللي في النص واللي عاملينه حوالين الكاميرا جميل جدا بيعطيك نوع من الفخامة اللون كم حتى الزجاج اللي مغطي الكاميرات جزيرة الكاميرات لما تجيب عليه الضغو عليه إنعكاسات حلوة كثير عن جد حلو التصميم الإطار عاملينه ذهبي نوعا ما كل هيك عبعضه بصراحة حلو الشاشة فيها إنحناء عشان برضو المسكة تكون سهلة فالمسكة بهذا الجهاز أنا بعتبرها سهلة جدا وعنده معيار الابي 65 وهذا إشي ممتاز فإذا بتدور على الجهاز سعره نوعا ما مقدور عليه وتصميمه فخم هذا أول خيار إحكي عن باقي الشغل هذا الشاشة آموليد 6.7 إنش منحنية الأطراف بأقل بيزلز ممكنة ومسكتها حلوة تدعم مليار لون وتردد 120 هرت السطوع ليس الأفضل أو الأقوى 950 نتس في أحسن حالاته يعني أوكي مش أحسن السطوع ممكن تشتري لكن يعني أنا مش كتير بستخدم تحت الشمس في البيت ما عندك أي مشاكل ومش ذاكرين ولا بأي مكان شو نوع الحماية المحطوطة على الشاشة فأنا قررت أنه ما عندها حماية فهي يمكن سلبية على الشاشة نروح على النظام النظام أندرويد 14 مع الريلمي UI 5.0 واجهة ريلمي تشبه واجهة أوبو تشبه واجهة وان بلس كلهم بشبهوا بعض أنا بعتبر أنه الشكلها حلو وأعتقد أنها يعني بالنسبة لأفضل نواجهات أخرى يعني مثلا أفضل نواجهة شاومي نمع عن ما وأمتع من واجهة آنر برجع إلك لكن الواجهة بعتقد أنها جيدة وإن شاء الله تأخذ تحديثات أكبر قدر ممكن الأداء ممتاز سناب دراجون 7S الجيل الثاني 4 نانومتر رح تلعب جيمز تشغل تطبيقات كاميرا اللي بدك يا حيكون أداء ممتاز برضو موضوع الجرافيكس يبتن والجرافيكس شوي ضعيف بهاي الفئة يعني أنا بحس عشان صلي فترة باستخدم هواتف عليا وبالعب أسفلت 9 فالجرافيكس هناك خرافي فلما بتنزل على الهواتف المتوسطة بتكش هيك بتحس فممكن أنا هنا تقديري مش صحيح لأنه إذا أنت جاي من جهاز أقل منه واستخدمته حتستمتع لكن أنا بعتبر أنه الجرافيكس جيد مش ممتاز على هيك فئات ما عنده مايكرو أس دي كارت والسعة تبدأ من 128 ممكن تأخذ 512 أنا أخذ 512 مع 12 جيجا باي ترام الكاميرات وهون في شغل كثير عملوه على الكاميرات أول إشي كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل بفتحة F1.8 وحساس 1 على 1.56 بالمية إنش مع Optical Image Stabilization ثانيا كاميرا بيريسكوب 64 ميجابيكسل على جهاز متوسط بيريسكوب ما كنا نشوفها الحساس 1 على 2.0 إنش وفيه OIS برضو على هاي البيريسكوب وراح تعطيك 3X زوم حقيقي العريضة 8 ميجابيكسل وزاوية العرض تبعتها 112 درجة طيب التصوير الفوتوغرافي على هذا الجهاز رح يعجبك على معظم الكاميرات وبالذات كاميرا البيريسكوب الزوم أنا فعلا استمتعت باستخدام هاي الكاميرا الألوان حلوة الفوكس حلو الزوم ممتاز الدايناميك رينج حلو حتى الكاميرا الأمامية العزل فيها برضو ممتاز والألوان حلوة فتجربة التصوير الفوتوغرافي أعتقد بقدر أقول بهيك فيها متوسطة منافسة جدا قوية جدا صراحة لكن الفيديو لا للأسف الفيديو ما أعجبني أخوان ما في تثبيت على مثلا الكاميرا الأمامية وما في تثبيت على الفور كي برو بلس كاميرا الأمامية فل اش دي 30 ما عنده خيارات أخرى عنده خيار أقل بس ما عنده فور كي وبقدر يعمل العريض نوعا ما وعادي وان اكس يعني فهي الشمس كمان هيك الشمس وتضويني فأحكووني شو كيف الجودة خيارات قليلة على الكاميرا الأمامية شوف الخيارات على الكاميرا الخلفية أفضل ولا لا كاميرا الأساسية الآن فيديو فل اش دي 60 في مفاعلت التثبيت لكم أن تتوقعوا ماذا يجري لقدرنا تليفوني مش مشكل عادي صور بهاي الشمس هي داينوميك رينج قولي شو رأيكم خلينا نشوف الفور كي صح يلا هذا هو الفور كي 30 فريم معنا خيار 60 فريم وشكل ثاني إذا بدك تصور يعني تعمل زوم تقدر تعمل زوم وأنا بفضل أصور على الوان اكس وأخذ أفضل جودة على الوان اكس شو رأيكم أصدقائي بالفيديو شو رأيكم بالفيديو حكولي عن جد شو رأيكم بنسبه للصوت ستيريو والصوت ممتاز وجودته ممتازة الإرسال بهذا الهاتف أيضا بعتبرها جيدة جدا البصمة ممتازة جدا فيه دعم للان افسي بس بعض الدول يمكن ما تلاقي جهاز بدعم للان افسي حسب البلد بس هون فيه البطارية 5000 ميلي امبير صراحة برضو ممتازة وشحن سريع 67 واط أيضا ممتاز فتجربة البطارية مع الشحن أعتقد أنها من الأفضل السعر أعتقد في الأردن سعره هذا الجهاز إما 330 دينار أو 340 دينار بالإمارات حصلتوا 1500 درهم ممكن تحصلوا 400 دولار أو 450 دولار بعرفش بدي تكتب لي كم سعره في بلدك بذكركم الإشي اللي رح يجدبك لهذا الجهاز التصوير الفوتوغرافي والديزاين رائعين يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء